اعلنت شركة السكاك الحديدية النمساوية أوبي بي عن خطط لشراء قطارات ريل جيت ذات الطوابق المزدوجة ابتداء من عام عشرين ستة وعشرين وتشمل الخطط طلب 14 قطارا من شركة شتادلر السويسرية للنقل لمسافات بعيدة وسوف تستخدم القطارات في البداية على المسار الغربي ثم على المسار الجنوبي بعد الانتهاء من نفق سيمارينك فيزيز تونيل وتتسع القطارات لأربعمائة وثمانين مقعدا وتتيح مساحة إضافية بنسبة عشرين بالمئة وتسير بسرعة مئتي كيلومتر بالساعة وتشتمل الصفق أيضا شراء واحدة وعشرين قطارا ذو طابقين للنقل المحلي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تتحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا أشكركم لحسن المتابعة ألقاكم في نشرات اللاحقة إلى اللقاء